شكرا طبعا لسعادة السفير لقاء اخر مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكورة والله طبعا يمكن انا يمكن قبل كان لها حديث برضو فقون قبل المباراة الاولى وقلنا ان دايما المعسكر الاولاني والبداية مهمة فالحمد الله ربنا كرمنا في موتش غينية يعني طبعا احنا بنعتبر ان غينية طبعا تعتبر يعني الاقوى في المجموعة مع منتخب مصر ولكن لازم تدي كل فريق احترامه اه شفنا ملاوي في المباراة الاولى كسبت اه سيوبيا اه اتنين واحد اكيد ماتش سيوبيا برضو حيكون صعب اكيد هما بيسعوا ان هما يعوضوا الهزيمة في المباراة الاولى عشان يبقى لهم حظوظ في التأهل خصوصا مع صعود فرقتين من الاربعة احنا في نفس الوقت اه بداية كويسة قلنا تلاتة بونت يمكن الاداء ما عجبش يعني ناس كتير ولكن كان المكسب اه مهم وبيدي دفعة مهمة خصوصا مع جهاز جديد طبعا يعني ايهاب طبعا مدرب كبير جدا واكيد برضو حيبقى محتاج وقت ما ينفعش حد يبتدي يعني يشوف المنتخب اخباره ايه ولا يحكم على المنتخب من المباراة الاولى وفي ناس كتير فعلا متفاهمة الكلام دا وتتكلموا في النقطة داية ان ما ينفعش الحكم على منتخبنا في بداية جديدة وعهد جديد من اول مباراة ولكن ان شاء الله احنا متعشمين ان الدنيا الفترة اللي جاية تتطور عندنا لعيبة كويسة بنتكلم دايما في القمشة اللي عندنا اه نها قمشة كويسة في وجود جهاز فني محترم ان شاء الله بنسعى ان احنا بكرة نخلص المعسكر ان شاء الله يكون عندنا ستة بونت انتخب اثيوبيا لازم طبعا لعيبة في الملعب تدي له احترامه ولكن طبعا فنيا احنا اسقين في لعبتنا ان هي اعلى وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل مباراة كبيرة ونرجع ويكون معنا ستة بونت ان شاء الله من اول معسكر والله يبص احنا الحمد لله يعني لعيبنا فترات كبيرة جدا فاكيد احنا اكتسبنا خبرات وطبعا اللعيبة دي احنا متابعينها يعني سواء في مجلس الادارة او برا من الناحية الاعلامية او او يعني حفزين اللعيبة كلها واحنا بنتعامل معهم ان هم اخواتنا الصغيرين وما بيبقى مثلا في تعليم مع اي حد مثلا او اي حاجة بنتكلم مع الناس كلها وبنشوف بننصح وبنقول انت ناقص لك كذا انت لو عملت كذا هتبقى احسن انت والحمد لله يعني اللعيبة دايما بتبقى متقبلة الكلام واحنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا بنقول يعني انت عارف ان انا وحازم احنا مسؤولين عن الحتة الفنية يمكن حتة الاداريات دي مش بتاعتنا او يعني فاحنا عندنا منتخب اول عندنا منتخب اول عندنا منتخب اولمبي هنعلن عنه قريب جدا عندنا منتخبات نشيئين وشباب بنسع ان هي يبقى لها دور كويس الفترة اللي جاية ونشوفهم في كاس العالم وبيمثله مصر في كاس العالم في يعني دايما اي حاجة احنا بنشوفها دايما بنحاول ان احنا نوصلها للعيبة وننقلها لان هو ده المفروض يعني انت لعبت كرة واكتسبت خبرات على مدار سنين كبيرة جدا ان انت تنقلها للمجموعة والشباب اللي بيلعبوا دلوقتي وهم بعد كده برضو حيكبروا وبعد سنين طويلة حيبطلوا وحيبقى عندهم خبرات ونقلوها هي كرة كده يعني